لله من أسمائه تسعون وتسعة من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة أبو هريرة عن المختار صلى عليه الله في الأعصار إحصاؤها في العد ثم الفهم ثم الدعاء يا محب العلم يا الله يا رب ويا رحمن ويا رحيم سؤلنا الغفران أول آخر أحطت بالزمان ظاهر باطل أحطت بالمكان في الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن إني به لمؤمن جبار وهو المتكبر علم وبارئ مصور في الرحيم أنت المليك مالك وملك وإنني الفقير لا أمتلك أنت القدير قادر مقتدر وإنني الضعيف لا أنتصر أنت العلي المتعالي الأعلى وإنني العبد الدليل المولى أنت الكريم الأكرم الرزاق والرازق الخالق والخلاق أنت الشكور الشاكر الغفار أنت الغفور القاهر القهار أنت الحكيم الحكم المولى الولي والواحد الأحد في شبه جليل الحي والقيوم والحق المبين وهو السميع والبصير يا فطي وهو اللطيف والخبير والحميد مع المجيد والرقيب والشهيد وهو القريب والمجيب والقوي مع العزيز غالب كل قوي وإنه الفتاح والعليم وإنه الغني والحليم في سنة الحي والستير تم اقتران اسمين يا نحرير أما التي تقابلت فأربعه مقدم مؤخر يأتي معه كذين أيضا قابض وباسط وكلها في سنة يضابط وما بقي من الأسام فردا وهي ثلاثون فأحصي العدد فهو الإله البر والتواب جميل والجواد لا تحساب حسيب والحفيظ مع دياني وغوف والرفيق ذو الإحسان وإنه السبوح وهو السيد وإنه الشاف المريض الصمد والطيب العظيم إنه العفو وبالكبير والبتين عرف ومحسين مسعر والمعطي مقيت منان النصير الرهطي وواسع والوتر مع ودودي وكيل وهاب انتهى مقصودي سبحان من أرشدنا منابها وقال في الأعراف فادعوه بها دعا عبادة هو الثناء له مع سؤل حاجة دعاء المسألة اشتركوا في القناة